مع بداية الفيديو دعنا عارفة ان في ناس كتير هتزعل بس احنا هنتكلم بالدليل وبمحاضر الشرطة وهنقول لحضراتكم خبايا احنا متأكدين ان حضراتكم ما سمعتهاش قبل كده تابعوا معانا للنهاية وانتوا هتشوفوا قد ايه الوفاة كانت بشعة جدا جدا الفنان الكبير مجدي وهبة واسرار لأول مرة وكشف خبايا بعد سنين كتيرة جدا جدا من وفاته هناخد الموضوع من بدايته بس مش هنطول في البداية هنقول شوية معلومات عنه وبعد كده هقول لكم الخبايا واسرار وفاته ومين هي الفنانة اللي تسببت في وفاته ومين هو المسؤول الكبير اللي عمل في كده واي رواية فيهم هي اللي كانت حقيقية يطرع هو فعلا توفى بالكلام الموجود في محاضر الشرطة ولا توفى بكلام بنته ولا توفى بالسر اللي تم اعلانه منذ فترة قريبة جدا جدا هقول لحضراتكم الخبايا في البداية واهم حاجة في الفيديو نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام يمكن الناس ما بتحبش وتقول لا اهوانت جاة تفتي بس خلينا ناخد حاجة مفيدة داخل الفيديو طبعا لو هنرجع لبدايته ده هو يعني أسرته مفيش أطيب من كده ناس محترمة وولدته سيدة صالحة هم من بن سويف جنوب القاهرة أبوه كان مدرس بس كان طيب جدا وكانوا من أسرة طيبة بعد كده اتجاوز والدة مجدي وهبة كانت بنت الجيران يعني جاوز تقليدي زي ما بيسموه جاوز صالوناب قعدوا فترة ويخلفوا مجدي وهبة وكمان ليه أخت كمان وهو مثلا على سن 35 سنة اتوفى وكانت لسه والدة مجدي وهبة 30 سنة وستة حلوة جدا وفعز شبابها وبقى يتقدم لها ناس كتير بس هي قالت لأ أنا هقعد على أولادي أربيهم ده الستات الأصيلة يعني اللي بتاخد بالها من أولادها وهو عنده 48 يوم قبل ما يتم شهرين كان أبوه متوفي قعدوا شوية في البلد لحد ما وصل سنوية عامة من صغره كان صوته جهوري كان طويل وعريض جدا الناس كانت بتحبه ودايما كانوا بيحبه ما تعرفش علشان وسمته وجماله ولا علشان كان يتيم وفي نفس الوقت كان محترم بدأ يشتغل في مصرح المدرسة وبعد السنوية العامة قالوله عايزين ندخلك شرطة ودي كانت أمنية والدته بس هو رفض وقال أن هقدم في معهد فنون مصرحية وبقى يعمل مصرحيات شيكسبير وهملت وده كله كان في المعهد مع الطلبة يعني بعد ما خلص المعهد كان زعلان وما فيش حد بيه يسأل عليه ولا فيه شغل قعد أربع سنين ما حدش بيقوله انت فيه ما هو كان في الوقت ده ناكست 67 وما كانش فيه انتاج والمنتج اللي كان يعمل حاجة كان يجيب سامير غانم عدل امام محمود ياسين ما هو مش هيجاز بالفلوس لأن ما كانش فيه انتاج في الفترة دي بس كان كل شوية يروح للمنتجين يقولوله ابقى عادة علينا خلينا نشوفك خلينا نفتكرك كل شوية دخل كلية أداب قسم علم نفسه أخذ الليسانس خلال الأربع سنين اللي ما كانش بيشتغل فيهم أهله قالوله سيبك بقى من مواضيع التمثيل دي وسافر لك دولة عربية اشتغل مدرس في وقتها المدرس كان ليه قيمة كبيرة جدا جدا وكان فيه تعليم في المدارس بجد طبعا قالها رح أسلم على واحد صاحبي كان موجود طبعا فيه استوديو النحاس وهو قاعد بتكلم مع صاحبه دخل عليهم نور الدمرداش ده مخرج كان معروف في الفترة دي قال له اسمك ايه قال له اسمي مكدي متولي وهبا محمد موليد هو عشرين سبتمبر 1944 قال له بتشتغل ايه وايه حكايتك قال له أنا خريج من معهد فنون مصرحي قال له طب أنا بعمل مسلسل جديد اسمه التقية عايزك تيجي علشان تعمل معايا دور فيه وانت أنا محتاجك لانك وجه مش محروق يعني ما حدش يعرفك عايزك في دور زابط بوليس المسلسل ده كان بيتعرض على جزئين الجزء الاول يعرضه الجريمة والجزء التاني في نفس اليوم بيجيبه الحل واخد ضجة كبيرة والناس كانت بتدخل تتكلم في التلفزيون وتقول الاجابة ايه والحل ايه وياخد عشرين جنيه عشرة جنيه وفيه خمسين جنيه المبلغ ده كان ساعتها لقيمة كبيرة اكيد المسلسل قصر الدنيا وكل الناس كانت بدأت تتكلم عليه وعرفته وبقى ناس كتير وبنات بيسألوا عليه لانه الصحافة شغلت شغلت بيه وتكلم كتير وبعدها اشتغل فيه فيلم بنات ابليس والمرشد والفحمين واشتغل بطولة فيلم ايطالي اسمه شهين بعد كده في يوم من الايام وهنا هتبدأ القصة الحقيقية اللي ناس كتير ما تعرفوش هقول لكم كل الروايات في يوم من الايام واحد كان اسمه مغني احمد الكحلاوي اكيد حضراتكم تعرفوه كان موجود فيه قاعد فيه شاقته وكان شاقته دي بيعمل فيها عزايم وكان دايما فيه دوشة ففيه واحد زابط قاعد في الدور اللي تحته كل شوية يسمع صوت وهيصة وأغاني ورأس المهم في يوم من الايام سيد زيان ومجدي وهبة وممثلة اسمها سالي سالي دي اللي ممثلت مع عادي الامام في زوج تحت الطلب اللي هي كانت اول واحدة يتجوزها اللي كانت مرات فؤاد المهندس كانوا قاعدين مع بعض البوليس دخل عليهم لقاهم معهم مخدرات وهروين وحشيش ورأس بس ما كانش فيه حاجات خارجة غير كده طبعا كان فيه علامات استفهام انت ازاي قاعدة مع تلاتة وكلام من ده مش هنخط فيه بس شغل المحامين طلعهم براءة اسمها بطلان التفتيش يعني لما الضابط اللي تحت بلغ عليهم والبوليس راح ما كانش معاه إذن نيابة فخرجوا 1 نوفمبر 1983 كان ماشي بالعربية بتاعته طبعا فوقف على جنب كده ركن وبطلع بيعمل حاجة الله أعلم إيه المهم بعدها فيه عربية شرطة معدية شكت في العربية ما كانتش لسا تعرف فيه عمين قالوا لوقف المهم طلع بطاقتك عرفوا انه هو مجدي وهبة انسل من العربية فاتشوا العربية لقيوا معاه حتة مخدرات فيه جيب الجاكت الكلام ده في شارع العروبة في مصر الجديدة احنا بنجيب لحضراتكم المعلومات بالتفصيل لقى معاه 5 جرام أفيون 15 جرام كوكايين وكمان جنيه ورق كان ملفوف زي أنبوبة يعني زي ما بتشوفه في الأفلام بيشموا بيها يعني أبض عليه الزابط هو اعترف دخل فيه قضية وأخد 72 يوم محبوس على زمة القضية المحامي لقى خطأ فيه إجراءات التنفيذ طلعوا براءة الجرايط بقى بدأت تتكلمه فضايحه حاجة كتير جدا هو كان صديقه عادي الإمام عادي الإمام اللي تنبأ بوفاته طبعا هو كان متجاوز من الأسرة الملكة بنت عم الملكة ناريمان مراد الملك فاروق هي كانت سباحة في النادي الأهلي وبنته سباحة وحفدته كمان سباحة بس دلوقتي بنته محجبة المهم بنته بتحكي بتقول إن عادي الإمام تنبأ بوفاته بيقول في فيلم حنف الأبهة آخر الفيلم هو بيضربه بالطلقة وهو بيقوله في المشهد انت ميت ميت قال كنت حاسس إنها حقيقة حسيت إنه هو فعلا هيموت وقعد يبكي بعد المشهد كتير جدا 3 فبراير 1990 أهل منطقته قالوا له إحنا عايزين يعني كانوا عاملين جامع وقالوا إحنا عايزين عربية للموتى اشترى لهم فعلا عربية على حسابه الخاص وهو كان بار جدا بأمه أمه كانت سكنة في الشقة لقصاده وكان كل يوم قبل ما يمشي أو هو راكع لازم يبوس على رجليها وعلى إيديها فعلا كان بار بأمه وهي كانت دايما بتدعيله في يوم بقى من الأيام سنة 1990 شريهان كانت عزمل وسط الفن كله في الغرداء علشان كان الفرح الأول لها فالفنانين كلهم راحوا وهو في غرفته المفروض إنه يعني تاني يوم بيخبطوا عليه علشان ينزل يفتر مردش فضلوا يدوروا عليه مردش المهم بعد كده اللي حدث كالأي تي أخدوا إدارة الفندق قصرت الباب لقيوه مرمي على الأرض ومتوفي في الوقت ده ده حتة اسمها قرية المشربية في الغرداء طالع إشاعات كتيرة إنه هم نتيجة الوفاة نتيجة هبوط في القلب وإنه توفى نتيجة طهاتي جرعة زي ده من المخدرات وإيه اللي تقال في محضر الشرطة والطب الشارعي أكيد طبعا ناس كتير قالوا أكيد الموضوع حقيقي لإنه تقابض عليه مرتين في قضايا مخدرات بنته طلعت بنته اسمها منال مجدي وهبة كذبت وقالت أبويا كان بيصلي وعارف ربنا بس هو كان عنده مرض في القلب حتى ابن أخته أو ابن أخوه طلع وتكلم وقال إنه قبل ما يروح كان عنده مرض في القلب قبل ما يروح الغرداء حتى أنه نسل علاج وكنا بندور له عليه وقال هو ما كانش بيحب يعترف بمرضه ده علشان التمثيل عايز حركة وخاف إن المنتجين يرفضوا يشغلوا بنته قالت إنه هو يعني فيه مسئول كبير في البلد هو اللي ضبر له الموضوع وناس كتير بقى تكلمت إن المسئول ناس تقول لك صفوت الشريف وناس تقول لك زكي بدر وناس تقول لك ما عرفش سوزان مبارك وناس كل شوية تتكلم على مسئول ويقوله عمل حاجة المهم ده الكلام وبعد كده قالت إن أبوها مات مأهور طب مات مأهور ليه؟ وإن رواية المفروض إنها حقيقية واللي قالوا عليها قالوا إنه كان بيعمل مصرحية في يوم من الأيام فصخر من أحد المسئولين وهو طالع من المصرحية تم دس المخدرات في سيارته واتقبض عليه ودخل السجن ولما خرج خرج متأزم نفسيا وأثر عليه الموضوع بسبب مرضه وفي الوقت ده اتوفى وقالوا كمان إنه هو معقول إنسان يكون بار كده بأمه وبيتبرع بمرتبه وبيجيب الأكل ويوزعه على الناس وإنه هو كمان جاب عربية موتى على حسابه الخاص معقولة يعمل الحاجات دي والله أعلم طبعا سبب الوفاء الحقيقي ولكن المقربين قالوا إنه كان محترم جدا جدا وإن الموضوع كله كان مدبر وما كانش حقيقة ولكن لو هنتكلم في محاضر الشرطة كان فيه دلائل بتقول إن الموضوع حقيقة بس الحقيقة فين؟ دي الله أعلم أنا بشكركم ادعولوا ولعله يكون الفيديو ده تذكيرا إن انتوا تدعولوا بالرحمة وبالمغفرة شكرا جدا قلونا عن ناس تانية عايزين تعرفوا عنهم الحقيقة الكاملة عنهم شكرا جدا السلام عليكم أبي دي